موسيقى يعني أن الله يسلمك أبوي الله يرحمه كان تاجر في سوق المنامة وتوفى الله يرحمه وإحنا صار كان عمري 14 سنة لما توفى الوالد كملت الدراسة كملت دراستي في مدرسة النعيم كان تخصص علمي يعني إحنا تربينا في يعني كعاد ضل الحجي كان سلوب التجار لازم يودي أولاده وإياه ويدربهم ومن الصغار إحنا كنا في السوق المنامة وكان عدنا دكاكين عدت دكاكين وكنا تعلمنا سلوب الحياة وتعلمنا سلوب البيع والشراء ويا الناس هذي كلها فبالفعل يعني تعلمنا أصول التعامل مع البشر التعامل مع السوق كلها تعلمناها من الوالد الله يرحمه ما كان يعرف يقرأ ويكتب لكن تعلمنا بالفطرة الوالدة الله يخليها هي من نوع الهادئ جدا ولكن كانت قوية لأن كان عندها إحنا ثمانية تنفار ترتيبك بينهم إحنا أصار الأولاد وليس أصار المواليد كلهم وكان يمكن إليها دور كان كبير جدا في أن عطتنا القوة وعطتنا الدعم النفسي على أساس نقدر نواجه الحياة نعم تجارة الوالد كانت موجودة وضلت فترة ولكن انخفضت انخفضت طبعا لأن كان هو صغير لما توفى أيضا وإحنا كلنا صغار أكبر أخو عندي كان عمري ممكن 22 سنة في ذلك الفترة كانت فترة صعبة طبعا عقب ما توفى الوالد بس الحمد لله قدرنا بقوة إرادة الوالدة ان احنا نتكاتف وظلينا متكاتفين اليوم كذا وفي منهم صاروا الحين محامين من غير ذكر أسامي يعني في منهم من كبار محامين البحرين من كبار أطباء البحرين صاروا وكنا زملاء وشلة في الدراسة يعني بعد الدراسة أنا كنت يعني فترة الصغر كنت أحب الفيزياء والرياضيات واحد وكنت أحب أني أكون عالم في الفيزياء بالذات والتخصصات النظرية النسبية وما شابه ذلك في كل فترة كانت لها صيط في الثمانينات أقوى من الحين فرحت أدرس على أساس أني أريد أتخصص في هاي التخصص الفيزياء الكونية لأن هاي التخصص حقيقة ما كان موجود في أي دولة من الدول غير ممكن موسكو أو ممكن في أمريكا تدرسها أو في أي دولة من الدول الأوروبية المتعمقة في هاي المواضيع ممكن يكون في ألمانيا بس بس هاي الدول يعني في دول قليلة جداً اللي ممكن تدرس في هاي التخصص فهو عدت هذا التخصص في أمريكا مو بسهولة يعطونا الأجانب فالدولة الوحيدة يمكن اللي ممكن تعطيك هاي التخصص وتعطي للأجانب كانت كانت في ديك الفترة كانت تحاسي ويتي ورحت أدرس لكن بداية السنة الأولى قاعدت يعني ترجع على قولتهم الفكرة يعني تروح على قولتهم السكرة وطي الفكرة فقاعدت أفكر يعني شنه بتخصص شنه بدرس هني شنه بشتغل عقب الدراسة هذه والدراسة لازم عشان تبدع فيها لازم تخلص على الأقل لازم تكون تشتغل في الدراسة ومن بعدها يمكن تحصل شغل في الجامعة فأحسن الأحوال بتكون دكتور في الجامعة فاخترت أني أغير التخصص وكان عندي خيارين يا الاقتصاد لأن أنا أحب الاقتصاد وأحب الأرقام وكان يا هذا التخصص يا التخصص الثاني الهندسة الله كتب يعني أن قدمت في كلية الهندسة وقدمت في الاقتصاد وقبلوني في الهندسة قبل الاقتصاد وبعدين عقوب ما قبلوني في الهندسة قبلوني في الاقتصاد بس أنا اخترت أني أواصل في الهندسة والحمد لله الله وفقني وتخرجت وييت واشتغلت مباشرة فترة صعبة جدا يمر بها البلد اللي أنت تدرس فيها وكان فيه خيارين يا أنك تكمل الدراسة يا أنك أنت ترجع وتعيد بنول في أي دولة من الدول فكانت فترة جدا صعبة فترة فيها مافيات وفيها انعدام الأمن وفيها انفليشن كبير جدا يعني المبلغ اليوم اللي عندك مئة دينار اليوم يمكن عقوب أسبوع ما تسوى حتى عشرة دنانير وكان البشر يعني انفليشن كبير جدا كان فيه نوع من التضخم الكبير والسريع وانهيار العملة انهيار المنظومة الأمنية انهيار الخلق أيضا يعني فترة صعبة أعتقد من أكثر الفترات الصعبة اللي مرت فيها هذه دولة روسيا ككل يعني كان أقول لك كان فيه خيار يعني انك انت قاعد يتكمل دراساتك يا انك انت خلاص تطلع وترجع تبدأ من أول يعني تروح دولة ثانية وتعيد حياتك من أول أو انك تتصبر على اللي عندك فأنا فضلت اني اتصبر على اللي عندي والحمد الله لأن دراسة في روسيا دراسة ما هي سهلة صعبة ولغة غير اللغة الإنجليزية اللي اعتدت عليها أصلا السلوب التدريس عندهم أيضا يختلف أسلوب الحياة أيضا يختلف لكن إذا تفكر فيها أن الصعاب دائما لما تقدر تتخطاها تصير أقوى بكثير من أنك أمور كلها سهلة فالحمد لله كملت الدراسة اجيت البحرين اشتغلت وبدأت عملي في قطاع المقاولات في قطاع الهندسة واشتغلت في القطاع الانشائي وتبديت فيها من سايت انجينير يعني مهندس موقع صغير معاشي 300 دينار إلى أني لما طلعت منها كنت تقريبا الشخصية الثانية في الشركة وهي من كبار الشركات الأجنبية يعني مو البحرينية تعلمت منهم الكثير وطلعت من عندهم واشتغلت في القطاع الهندسي الاستشاري إلى التصميم الديزاين يعني بشكل عام غيرت تشوف الهندسة بشكل عام فيها تحديات تحدي من التحديات في الهندسة المدنية هي التنفيذ ومن ثم التحدي الأكبر يمكن يصير في إنعم في التحديات كثيرة تحدي من التحديات هو التحدي التنفيذ المخططات الهندسية ولكن في تحدي آخر هو التحدي التصميم فأنا فضلت أني أدخل في تحدي آخر وبدأت في شركة بحرينية اليوم هي من أكبر شركات البحرين في التصميم الهندسي وعطيت هاي الشركة جزء كبير مني واستفت أيضا منها ناس محترمين وإليهم بصمة في مجال الهندسة المعمارية ليس في البحرين فقط وإنما في الخليج بشكل عام فاستفت من هاي التجربة استفادة كبيرة ودخلت في مجالات عدة هاي كانت في شركة تصميم اللي هو التصميم اللي هو الديزاين يعني فهذه بعد التصميم رجعت مرة ثانية للتنفيذ وأنشأت شركة خاصة هي للتنفيذ والتصميم أيضا يعني جمعت الاثنين مع بعض في هذه العمل الهندسي طبعا اشتغلت في أشياء هندسية يمكن قليل من المهندسين اللي يشتغلوا فيها في الخليج سوينا محطات تبريد سوينا مشاريع في البنية التحتية أنسأنا مثلا محطة يمكن هي الوحيدة في البحرين كيابل تحت الضغط العالي في أدة طوابق هذه سويناها في منهم مهندسين وفي منهم محامين موجودين الآن ويعملون في البلد وفي منهم صحفيين معروفين أيضا واجهتها مثل أي إنسان فترة الفترة فترة الثمانينات فترة كان فيها نوع من الصراع الايدلوجي بين أمريكا وبين اتحاد السويتي ولكن الحقيقة تختلف اختلاف كل عن الظاهر يعني لما تروح اتحاد السويتي طالع من برة لكن لما تدخل فيه تلاقي الناس كلهم غير مؤمنين بالشيوعية ويمكن حتى اللي يروحون شيوعيين يتحولون 180 درجة فكانت لما تروح هناك تشوف شعب طبيب وشعب بسيط جدا وشعب مؤمن أيضا إيمان يعني هما أرثوديكس ف يعني غير اللي أنت تسمعه أنه هما ملحدين وهذه لا أنت تلاقي هناك الإيمان نفس الدول اللي تلاقيها متشددة دينيا تلاقي خارجين تبين عليها التشدد ولكن المجتمع نفسه تلاقيهم غير مؤمنين وليس ملتزمين أيضا شوف هنا الفترة السن إليها دور لأن الإنسان لما يكون عمره 18 سنة عنده روح المغامرة أكبر بكثير من فترة اللي يكون في العشرينات وأيضا في الثلاثينات يكون عنده هدوء أكثر فكري ويكون عنده طريقة الاختيار تكون أكثر دكاء وأكثر حنكة في ذي الفترة لا أنا ريال أصلا ما فكرت شنو بشتغل كنت أنا أبي أدرس وهذه الدراسة المعينة وكنت يعني وأقول لا ما في اللي هنا وأنا عرفت شنون وهذه الطريقة كانت الاختيار ما كان اختيار يعني محسوب حساب صحيح ولكن الحمد لله الله وفقنا يعني شوف في بعض الأحيان تكون ظروف معينة تمر فيها تحس نفسك أنك لابد أنك توقف مع البلد لابد أنك توقف مع ناسك لازم توقف مع نظامك لازم توقف مع الشيء اللي أنت مقتنع فيه اقتناع داخلي صحيح ومثل ما أنت سألتني فترة الصغر ليش أنت رحت ويمكن ما خفت أنك تتأثر أو ما تتأثر نفس الفكر التحدي في فترة الصغر لما كان عمري 18 سنة يمكن نفس الفكر اللي صادني في 2011 أن أنا مقتنع بالفكرة أن هذه صحيحة وأن هذه الفترة لابد أني أوقف مع البلدي ومو مهم الناس يمكن تفكر فيني أن أنا في ديك الفترة في المنطقة هذه أن يقول لك أن أن تخط صح أو خطأ بغض النظر أنا مقتنع أن هذا صح ومقتنع أن أنا لازم أخذ موقف مشرف وأخذت الشيء اللي أنا مشيت في طريق أنا مقتنع فيه اقتناع كلي واليوم أنا أفتخر في الموقف اللي أخذته بنيت نفسي بنفسي وبنيت شركة من كبار شركات البحرين وفي مجال الهندسي دون مساعدة من أحد فترة حتى الدراسة اللي درستها كانت فترة صعبة وأيضا دون مساعدة عدس مساعدة أهلي فترة اللي أنا دخلت فيها في المجلس النواب في ديك الفترة حصلت ضغوطات كبيرة جدا بدات من الأشخاص اللي يعتقدون أو اللي يطالبون بالديمقراطية ولكن في داخلهم هم لا يؤمنون بالديمقراطية لأن الديمقراطية هي احترام الآخر احترام الفكر الآخر احترام النقيض إلى الفكر فللأسف الشديد هذين فيه أشخاص كثيرة داياجوني وضايقوني بشكل كبير وتعرضت أنا حتى إلى الحرقة وسياراتي واحترق جزء من بيتي ف يعني أنا حصلت مضايقات كبيرة ولكن كنت مقتنع اقتناع كلي أن اللي أسويه هو فعل صحيح وفعل نابع من داتي أنا نفسي ومثل ما قلت لك أنا أفتخر في في هذا الموقف اللي كنت ماخد لنا وما زلت على موقفي الفكرة الله يسلمك المشكلة اللي الحمد لله اليوم البحرين لأمت الجراح بل بالعكس حولت التحديات إلى إنجازات فترة ديك الفترة كان للأسف الشديد من القوى الخارجية عن البحرين مو بس البحرين ضد البحرين ضد العالم العربي كان فيه المد الطائفي ومد شق المجتمع العربي بشكل خاص بشكل عام وشق المجتمع البحريني كانت فيه خطط اليوم بدت واضحة جدا للجميع من خطط إلى ما يسمى بالربيع العربي أصبحت الأمور كلها واضحة إلى الجميع لكن ديك الفترة ما كانت واضحة فكان لابد من التصدي التصدي أيضا إلى الفكر الطائفي والفكر المذهبي بأن يكون فيه نوع من الدافع إلى عمل مشترك عمل كتلة من الطائفتين الكريمتين على أساس نثبت للبحرين أن البحرين ما زالت بخير والحمد لله كانت مبادرة في ديك الفترة كانت شوية يعني كانت مبادرة خلنا نقول شجاعة في ديك الفترة لكن اليوم تلاقيها كلش بسيطة وعادية لأن البحرين الحمد لله تخطت فترة الشق الطائفي وشق تشقيق المجتمع لا لا مجد أنا دخلت المعترك السياسي وضليت في المعترك السياسي موجود ولكن لازم أن الواحد يترك المجال إلى الآخرين قد بعض الأحيان الإنسان يكون عمل إنجازات يعتقد أن هذه الإنجازات واضحة على الجميع ولكن بعض الأحيان أن الناس لا تقرأ الإنجازات التي تعتقد أنك عملتها بشكل صحيح جدا وبالتالي الرأي المجتمعي مهم جدا مدام أن الطريق أحد يقدر ثاني يحمل الراية فليكن وخلني أكون أنا مساعد إلى وخلني أكون أنا داعم إلى فأنا هذا يعني بدلاًا أنت في الواجهة تصير في الخلف ولكن أيضا تدفع في نفس الاتجاه والحمد لله اليوم الفكر اللي كنت أنا أتكلم فيه فكر المشاركة فكر دعم النظام البحريني بشكل عام فكر المشاركة الإيجابية أصبح اليوم اللي كان يمكن قد نكون في فترة 2011 كان فكر غريب يمكن اليوم أصبح الجميع يؤمن فيه والأقلية هي التي لا تؤمن في المشاركة والدليل واضح في انتخابات 2022 حجم المشاركة كان حجم مبهر في كل المناطق البحرية بما فيهم المنطقة هذه منطقة لدراز وغيرها مشاركة كبيرة أيضاً مجال العنف اللي كان في انتخابات 2014 ما عاد موجود في 2018 كان فيه نوع من العنف اللفظي 2014 فيه عنف جسدي 2011 طبعاً بلا شك يعني 2018 كان فيه لفظي أكثر 2022 كان فيه دبيت فيه في المجتمع حي وابتدت الناس تقول يمين وفيه ناس تقول شمال ولكن موضوع التكفير والتسقيط ما عاد موجود أو إذا كان موجود أصبح على مستوى ضيق جداً وهذا يعني معناته أن المجتمع صلح نفسه المجتمع تعافى من المشكلة الطائفية أو المرض اللي كان زرع في هذه الأرض الحمد لله ما كان ما سقي بالماء ولا نحط له زماد فما نهم والحمد لله الهيئة الاستشارية تحكيم التجاري هذا نرجع للموضوع الشق الهندسي أنا الحمد لله من قبل أكثر من 20 سنة صرت عضو في يسمونه Chartered Institute of Arbitration في إنجلترا اللي هي تكون التحكيم غرفة التحكيم هي هذه Charter هي شهادة تعطى للمحكمين اللي هو يكون محكم هندسي محترف هي شهادة احترافية فأخذت الشهادة الاحترافية تقريبا أقل يمكن شوية من 20 سنة واشتغلت في التحكيم الهندسي عدا عن موضوع التصميم وعدا عن موضوع التنفيذ وأيضا في الخبرة الهندسية في المحاكم فصرت خبير معتمد وأيضا عندي شهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي وأيضا صرت عندي أيضا لايسند في أو خلنا نقول شو اسمه محتمد محكم معتمد في دار القرار اللي هو مع المجلس التعاون عندهم أيضا لستة من المحكمين وأنا الحمد لله يعني لي الشراف أني أنا أكون ضمن هذه هي عمليا أنك أنت كمهندس تصير أكثر احترافية في عملك بشكل عام تكون أكثر هدوء في العمل وأكثر يعني مور بروفيشنل في طريقة عملك البحرينيين الحمد لله عندنا كوادر كبيرة وقامات هندسية معتبرة على المستوى العالمي وأيضا طريقة العمل في البحرين لا تقل عن أي مستوى عالمي في المجال الهندسي ومجال العقود الهندسية ومجال التعاملات الهندسية أيضا شهادة احترافية هذه الأشرة سمها أشرة هي الجهة التي تحط القوانين التي يعتمد عليها في قوانين التكييف شلون أنت مثلا المكان هذا يحتاج 20 طان يحتاج 10 طان تكييف وما إلى ذلك وأيضا تحط قوانين هندسية في الهندسة شيء اسمه الهندسي فهي تعدل الهندسي وهذه المهندسين المشاركين فيها يضعون خبرتهم في تعديل القوانين الهندسية نفسها فالحمد الله عندي الشرف أني أكون أني كنت وما زلت عضو في أشرة لأكثر من 15 سنة أنا كان إلي الشرف أيضا أن أكون في أني كنت عضو يمكن ما قدت أنت عضو في اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات بسيوني في ذلك الفترة كانت أنشئت هذه من جلات الملك وأعطا الحمد لله كنت صال لي الشرف أني أكون عضو فيها وهذه أسس إلي قاعدة الفكر في العمل الحقوقي وعمل في مجال حماية حقوق الإنسان والحمد لله في فترة قبل سنتين كان لي الشرف أن أكون عضو في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وصار ترشيح إلي أني أكون رئيس المؤسسة وأتحمل هذه المسؤولية تشوف هو العمل الحقوقي بشكل عام مهم جدا في الوعي المجتمعي فأصعب شيء هو الوعي المجتمعي الذي يسمى الـ وهاي مو موجود عندنا بس صعوبة موجودة في البحرين وإنما هذه موجودة بشكل عام على المستوى العالمي أن المنديت أو مجال العمل في المؤسسة غير معروف إلى المجتمع بشكل عام وبالتالي يمكن أنت شكاوي مو في تخصصك أو أن الناس تعتبر نفسها لما تقدم شكوى في المؤسسة وكأنها عند المؤسسة العصاص الصحرية أنها تنحل في أسرع وقت ولكن الأمور مو بهذه الطريقة الأمور تحتاج إليها تعب وشغل بشكل مستمر على أساس نحقق الأهداف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر